اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يؤكد ما وصلت اليه رياضة القدرة من تطور وازدهار وامتدادا لما حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الفترة الماضية خصوصا في بطولة العالم في ابو ظبي الاماراتية والتي سجلت اكبر الانجازات العالمية للقدرة البحرينية بفوز سموه بالمركز الاول يأتي لقب بطولة اسبانيا ويكون امتدادا لهذه الانجازات واضف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كتب الفريق الملكي للقدرة قصة نجاح جديدة محفورة باحرف ذهبية عنوانها المجد والذهب هذه القصة التي ستبقى راسخة في الاذهال لم تأتي من فراغ انما بعمل وجهد ومثابرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وفرسان الفريق الملكي وكافة افراد الفريق واعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن خالص تهديه الى الفارس سلمان عيسى بمناسبة فوزه بالمركز الاول والفارس منال الفخراوي صاحبة المركز الثاني والفارس احمد الذوادي صاحب المركز الثالث في فئة العموم اضافة الى الفارس عبدالله الرواعي بطل فئة الناشئين متمني سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح في المحافل القادمة وشارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في سباق 160 كيلو متر حيث تعرض الجواد الذي شارك به سموه لاصابة ولم يشتاز الفحص البيطري بعد المرحلة الاولى وحرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على متابعة فرسان الفريق الملكي خلال سباق 120 كيلو متر وفرسان 160 كيلو متر حيث شكل هذا الدعم حافزا كبيرا في تحقيق الفريق المراكز الاولى في ظل التوجيهات المستمرة التي قدمها سموه للفرسان واستطاع الفارس سلمان عيسى من حصد المركز الاول بعد ان انهى السباق بزمن وقدره 6 ساعات و7 دقائق و41 ثانية فيما جاءت الفارس منال الفخراوي في المركز الثاني بزمن وقدره 6 ساعات و7 دقائق و42 ثانية والمركز الثالث احمد الذوادي بزمن وقدره 6 ساعات و7 دقائق و46 ثانية وحصد الفارس عبدالله الرواعي المركز الاول في فئات الناشئين بعد أن أنهى السباق بزمن وقدره 6 ساعات و 59 دقيقة و 14 ثانية وجرى تتويج أبطال الفريق الملكي للقدرة بعد ختام البطولة وقد أكد فرسان الفريق الملكي للقدرة أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وراء الإنجاز الذي تحقق في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة بحصل المراكز الأولى في سباق 120 كم للعموم والمركز الأول في سباق 120 كم للناشئين وأوضح الفرسان أن قيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للفريق أعطت الفرسان خبرة كبيرة خصوصا أن سموه يمتلك حنكة وقيادة مميزة في رياضة القدرة إضافة إلى توجيهات سموه المستمرة لهم في المراحل معربين عن فخرهم واعتزازهم بما حظوا به طوال البطولة من سموه اشتركوا في القناة طبعا ناموس لمملكة البحرين ناموس لنسمو الشيخ ناصب بن حمد ناموس لنسمو الشيخ خالد بن حمد المتواجد وحاضر من الصباح الباكر في هذا السباق سباق أدمز من الأول مرة نحن نشارك في هذه الأرض شاركنا في إسبانيا في السنوات السابقة في أماكن مختلفة لكن أدمز هذه الأرض تختلف طبيعتها عن الأراضي الثانية منبسطة لكن أنا وعره لله الحمد اليوم حققنا المركز الأول مع الفارس سلمان عيزل، الفارس من الفخراوي وأحمد دوادي أيضا المركز الثالث في منصة التتويج البحرينية وأيضا في مسافة الـ 120 للناشئين أيضا عندنا مركز أول فبالتالي اليوم تواجد بحريني على منصات التتويج في سباق أدمز ولله الحمد هذا يعني متابعة وتخطيط من سمو الشيخ ناصر وحضور سمو الشيخ خالد كان دافع قوي إلى الفريق الملكي أن يحصل على هذه النتاج المشرفة أمانة نومس للجميع، الحمد لله رب العالمين طبعا من توجيهات سموه اللي قال لنا، اللي كانوا يانا طبعا من الفير توجيهاته الحمد لله، وهذه نتيجة توجيهاته الصباق مكان سهل أمانة الأرضية شوي صعبة يابسة، هارد وإحنا خلالنا نقعد تماران على سوفت جراون اليوم شوي متغير علينا ولكن الحمد لله التدريب الصح دائما يبلكها النتيجة دعم سمو الشيخ خالد وحضوره وهو الفوز الأكبر لنا اليوم موجودة هو طبعا ما يشكل لنا ضغط بالعكس يشكل لنا دافع يعطي لنا معنوية اليوم تبي تثبت، تبي ترفع راسه ما تبي ترجع ومخيب الأمال والحمد لله رب العالمين شفت اليوم النتيجة أول، ثاني، ثالث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة